اشتركوا في القناة ادريس محمد اويا هو الدليل على الاستياء الذي يحتر الجمهور الذي فقد الثقة تماما في البطولة الوطنية التي في سنينها الاخرة اعترها الكثير من الفشل حيث تبدأ البطولة وتقف دون ان تصل الى النهاية افتتاحية بطولة هذا العام مباراة جمعت نادي النهضة وفيلة السلامات الذين اشتبقوا في مواجهة لا تعرف الرحمة مثل معرفة التكرار وكيل الهجمات من اجل الفوز فاستطاع ابناء النهضة في الدقيقة الثالثة من الشوط الاول بافتتاح عداد الاهداف بتسجيل الهدف الاول بتوقيع لعبه ابو بكر هدف واحد سيطر على اجواء الجزء الاول وحتى نهايته الشوط الثاني عاد فيه الفريقين اكثر اصرارا وحباسا لحسم هذا اللقاء وشرع ابناء ماتيمان في محاولة التعديل النتيجة الا ان اداء مهاجميهم لم يكن على الوجه المطلوب وبعد خمس دقائق من عمر الشوط الثاني انتهز لعب النهضة تمريرة دفاعية خاطئة لفيلة ام التيمان لتكون هجوما عكسي احرزوا فيه الهدف الثاني وعقبه بقليل الهدف الثالث لتنتهي هذه المباراة بفوز نادي النهضة بثلاثة اهداف مقابل صفر لفيلة السلامات وبهذا الفوز فان نادي النهضة وتربي قد تربعها على رأس سبورة الترتب في المجموعة الف بثلاثة نقاط وثلاثة اهداف وسباك نظيفة اشتركوا في القناة